قناة إبداع القصيم طلتك علينا ملح القناة واشتراكك معنا دعم ما بنينا تحياتي سلام عليكم أيام قليلة وتبدأ المدارس بالعمل ينضم طلاب جديد لهذه المدارس ويخرج من هذه المدارس طلاب ويتتغير الإدارة والمدرسين لكن لم تتغير المناهج التي هي التعليمية ما زال المناهج التعليمية معروفة جغرافية تاريخ هندسة محساب رياضيات كذا فهذه كلها بصراحة أنها ما تخدم الطالب بصراحة يمكن تخدم الطالب بحاجات بعض الحاجات منها لكن النبي هو أهم من هذا كله بصراحة لتربية النشأ وترسيخ الفكرة الطيبة تربية النشأ ويتعلمون أمور الحياة أول شيء مدنا يضع في هذه السنة إلى مثل المناهج التعليمية يكون فيها كيف تتعامل مع الأسرة مع أبوك مع أمك مع أخوانك مع جيرانك يعلم الطالب الصغير هذا حتى يكون ترسي الأمور هذه في مخه يكون يحترم أبوه يحترم أمه يحترم أخوانه يحترم جيرانه ثاني شيء برضو نعلم الطالب ما يخص المرور من لوحاته وملاحاته حتى برضو الأبطالب لما يكبر بسوق يكون عنده خلفية كاملة عن هذا عن النظام المروري نعلمه النظام الأخطار كهرب السباحة كذا نعلمه كيف يتعامل يطلبوا الدفاع المدني يطلبوا مثل الشرطة سماء الله في مور ثاني كذا هذا اللي نحتاجه أن نتضاف للمناهج التعليمية التي موجودة الآن في المدارس الغربية وكم من أطفال الأطفال الغربيين أنقذوا أهلهم بسبب تعليمهم هذه الحاجات حصلت لهم ظروف أهلهم وأنقذوا أهلهم هم هالأطفال ذولة بأنهم كانوا عندهم خلفية عن الطوارئ ومالطوارئ فأنقذوا أهلهم يليتكم أنكم تضفون الحاجات هذه فنعتبر أن أهم من الجغرافية والتاريخ ومالطاريخ للمناهج التعليمية هذه السنة تحياتي وشكرا